السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسمنا الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلي ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحدة العمارة دي البيتزا طبعا العمارة تهي درتها معكم شهادة مرة العمارة تهي درتها معكم بالخضر ونشارك معكم هذه إن شاء الله عندي هنا العجينة طبعا دي البيتزا راه كل واحد كيفاش كي عندي لزاف دي الطرق دي العجينة تلبيتزا أنا كل مرة كندير بشكل عندي هنا بيزا عادية المهم معمارة عادية بالخضر والطون عندي هنا بصلة مشحرة بشوي دي السيد لصوص طماط ها هي لصوص يعني ماطيشة والتومة والعطرية وشوي دي الزيت زيتون هالشي كامل كم طيبه عجينة طبعا في هاز زعتر أبغيت نشاركها معاكم بدرتها هاكا الصيف معمارة كيبغوش لوحدية كلك شي تقيل قلنا نديرو هادي الأطفال ليننا صافي غنقد هاد لصوص هادي هاد لصوصة بنينا بزاف كل مرة كندير لصوص فشكل لصوص والسالسة كما العادة غندير لها الحوت اللي هو السماك او الطون عادي كله يدير الطون اللي بغا كله وحكيت بشعله قد جيبو صافي غنفرت في هاد الطون هادا باش يجي فيها كلها ندير عليها البصلة مشحرة البصلة مشحرة طبعا رأسة حية دري الأطفال ليننا شاكل الخضراء بها الطريقة هادي الخضر بها الطريقة صافي انا دي كملت البصلة هادي نزيدة بها الخضر ها أزيدة الفلفلة الخضراء وصبيتها والكورجيت اللي هي القراع او الكوسا كلها فلاسة واشنو بازو بول لها سوف نحكها ونقطعها ونضيف زيت زيت زيتون طبعا ولا زيت مخلطة نص زيت زيتون ونص زيت المائدة ها هي غندير غير نص نص دي البيتة اللي غندير فيها دي الفلفلاء والقرعاء او قرع كما قلت لكم را در تغي شوية حيث الاطفال اللي متعبعوش ليا بزف الخضر الى فيها الخضراء كي يقنقوها كاملة نضيف نص البيتة تجيز وينا بزف زف تجلي ده لصص رائعة صلصة رائعة وهاد شي اللي تشحرته هو في الزيت كي يجي منين بزف صافي ده بغادي نحط معكم الفران طيب فران مسخن نحطه فيه حيث اللي هي كسبوي حرارة مجهدة باش ما تش قاسحة مجهدة فيها الزيت زيتون اه يلا بغيتون شاركها معكم وشاركها معكم را كجي اللي ذا بزف زف البيتة تجلي اللي ذا ما تبعوش لمنها صار حاجة صاف اذا با غدين انتو مشتو الخوضار اشي كدين اعزع ترقع بين فلعجين او اعزع تربين فلعجين او هاد الصف هاد شي اللي زوين واحد يديرو الغداء ولا العشاء ولا هنحطاه الفران ومبعد نطلقاو اعياء بيزا دي بعدما طابت انقطعها معكو باش تشوفو كيف سجات ارا كنقطع بمقص كي يجيني حسن ارا بقصحونا ما انقدرش كاع ام قيسها اصحونا البيتزا عندما جاءت النص فيها الففلة والكورجيت والنص فيها البصلة والحوت وصلصة طماطم الفرماج طبعا ما درسوش لا لاحظوه ما كنديروش أنا دائما كندير ذاك شي اللي توجد عندي مش يدارو نكلف راسي عدا باش نصيب الحاجة سخونة بزاعة وغيرت نقطعها بمقصشة نسخونة انتو مابي ترائع جدا كنت منها تعجبكم وتصوبوها راني ما صبرتش اضغية قطعت واحد طرف وقليت منه هذا اللي فيه الخضر انتم يا لاجينة كيفاش دايرة لداخل مقار مش عم زيان زوينة نص في الخضراء والنص ما فيش كله وكلك شي اللي يبغى هذا قصد طريب ش حال زوين نتمنى هالبزة هذي من الاعجاب ديالكم ونكون خفيفة ضريفة عليكم وإلى فيديو قادم ان شاء الله بحول قواتيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير على المتابعة على المشاركة على المشاهدة كنت من نام الله تعالى بشكل جلال في ميزان الحسن ديالكم إن شاء الله ونحن كان عليكم اختك يا أس capuit شكرا